قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات في كل أنحاء الأرض وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي يسعدني ويشرفني أن أقدمها في هذه الأيام للبشرية بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة لا أقدم هذا الموضوع الخطير الآن من باب الترف الفكري ولا من منطلق الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الكلمات وفقط بعيدا عن الأحوال والأفعال كلا فما أيصر التنظير لكنني أقدمها الآن لإخواني وأخواتي لنحصل زادا علميا رائقا واضحا بينا ليدفعنا هذا الزاد لنعمل عملا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة لا سيما وأن فقه المرحلة التي نعيشها الآن يتطلب منا أن نكون على بصيرة بأحداث نهاية والإيمان باليوم الآخر وبما يرتبط به من أحداث من علامات صغرى وعلامات كبرى وبما يسبقه من الفتن والملاحم الإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا نعم فنحن نتحدث عن ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان الإنسان إلا به ألا وهو الإيمان باليوم الآخر ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذن الإيمان باليوم الآخر وما يرتبط به من أحداث سأبينها إن شاء الله تعالى على سبيل التفصيل ركن من أركان الإيمان بالله الجليل جل جلاله نعم أيها الأحبة أقدم أحداث النهاية في هذه الآونة وفي هذا العصر الذي طغط فيه الماديات والشهوات أقدم أحداث النهاية في عصر طغط فيه الماديات والشهوات بل وانشغل فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات وكثرت فيه الذنوب وتراكمت فيه العيوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى لا أقدمها الآن هروبا من الواقع لا بل أقدمها تصحيحا للواقع لا أقدم الآن أحداث النهاية هروبا من الواقع لا بل أقدمها الآن تصحيحا للواقع ذلكم الواقع النازف الذي تجسد دماؤه المسفوحة وأشلاؤه الممزقة قصة البشرية التي تهذي كالسكران وتبحك كالمجنود وتجري كالمطارد وهي تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها حين أعرضت عن منهج الله جل وعلا وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فقدت كل شيء الواقع الآن يبين أن كثيرا من الناس يتعاملون في هذه الحياة الدنيا وكأن الحياة تنتهي بالموت ولا يتصور هؤلاء أن بعد الموت بعثا وسيقفون بين هذه الملك الحق تبارك وتعالى للسؤال والمحاسبة عن القليل والكثير عن الصغير والكبير قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نعم نصحح بهذه الموضوعات المهمة واقعا مزريا أليما يتعامل فيه الإنسان مع أخيه الإنسان بصورة وحشية بل أنا أقسم بالله ربما يفعل الآن الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات لقد تناس كثير من الناس هذه اللحظة التي سيعرضون فيها على الحق تبارك وتعالى وراح الكل يسابق الريح ويسابق الزمن للحصول على أي مكسب ولو على حساب إخوانه ولو على حساب البشرية كلها ولو سفك الدماء ولو مزق الأشلاء لا أقول ولو هدم بيتا أو مدرسة أو مصنعة بل ولو أزال دولة من الدول بل ولو أباد آلاف البشر نعم فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر وأقول لقد كثر الحديث لقد كثر الحديث بالفعل في هذه السنوات القليلة الماضية عن أحداث النهاية عن الملاحم والمعارك والأمارات والعلامات التي ستقع بين يدي ساعة تكلم كثير من الكتاب وكثير من الأدباء والصحفيين بل والقادة والمفكرين فضلا عن العلماء من المسلمين وغير المسلمين والمتتبع والمطالع لما يطبع من نشرات وكتب وجرائد وما يكتب عبر شبكة الإنترنت وما يذاع عبر الفضائيات يؤكد أن وتيرة الحديث عن أحداث النهاية قد ارتفعت بصورة ملحوظة لا سيما وقد ارتفعت بالفعل على أرض الواقع حدة المعارك حدة المعارك المسلحة التي تستخدم أخطر ما وصلت إليه الآلة الحربية الحديثة تقول على سبيل المثال الكاتبة الأمريكية الشهيرة جاريس هالسل تقول بأنهم يؤمنون كمسيحيين على حد تعبيرها إنهم يؤمنون كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي سوف ينتهي وسيتوج بعودة المسيح إلى الأرض يؤمنون كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة تسمى هرمجدون وستتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض ليحكم بعودته على الأحياء والأموات على حد سواه هذا كلام ينبغي أن نفكر فيه ويقول أورل روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات ستقام المعركة العالمية الكبرى هرمجدون أو معركة سهل مجيد يقول كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات فستقام المعركة العالمية الكبرى معركة هرمجدون أو معركة سهل مجيد بل وأظن أنكم جميعا تعرفون القصة الأمريكية الشهيرة جيمي سواجرت في مناظرته الشهيرة مع الشيخ أحمد ديدات هذا القصة الأمريكية يقول كنت أتمنى أن أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام لكنني أؤمن بأن هر مجدون مقبلة وسيخاض غمارها في وادي مجيد إنها قادمة فليوقع ما يريدون من اتفاقيات السلام لن يحقق شيئا يقول فهناك أيام سوداء مقبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله بل في سفر الرؤية في الإصحاح السادس عشر في سفر الرؤية في الإصحاح السادس عشر فقرة تقول وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يدعى هر مجدون وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يدعى هر مجدون أقول هذه الكلمات بل ولو تتبعنا غيرها لوجدنا الكثير 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 في هذه السنوات القليلة الماضية على وجه التحديد تتحدث بوتيرة مرتفعة كما اطبح لحضراتكم عن أحداث الملاحم والمعارك الأخيرة التي ستقع بين هذه الساعة لكنني أؤكد لإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أن لفظة هر مجدون هي لفظة عبرية تتكون من مقطعين هر ومجدون أو مجيد وهر باللغة العبرية تسمى جبل ومجدون اسم مكان في فلسطين وادي أو جبل في فلسطين لكن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت في السنة الصحيحة لكن لقد تحدث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن أحداث النهاية وعن الساعة وعن علامتها وعن أشراطها بل وتحدث عن الملاحم والمعارك التي ستقع بين يدي الساعة بل وذكر الملحمة الكبرى والمعركة الحاسمة بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم مراحل سير المعركة وحدد عليه الصلاة والسلام أين تدور رحاها وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى هذا كلام خطير الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الواقع الذي يعيشه العالم الآن نعم سترون العجب العجاب سترون في هذه السلسلة العجب العجاب سأؤكد لحضراتكم بالدليل من كلام النبي الجليل صلى الله عليه وسلم أن ما ترونه الآن بعينكم وما تستمعون إليه الآن في وكالات الأنباء وعبر الفضائيات ونشرات الأخبار قد تحدث عنه النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى ستسمعون العجب العجاب في هذه السلسلة القادمة في أحداث النهاية تدبر معي على سبيل المثال وسأرجع إلى هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يعني حديث في أعلى درجات صحة خلي بالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم الروم من الروم الروم أو بني الأصفر امتدادهم الآن في العصر الحديث الأوروبيون والأمريكيون نسل بني الأصفر أوروبا وأمريكا تدبر معي كلام الصادق الذي لنطق عن الهوى والحديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق صلى الله على من لنطق عن الهوى أين الأعماق هذه بالأعماق أو بدابق الأعماق أو دابق قلب بلاد الشام قلب بلاد الشام بل قد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة القديمة لأقف على معنى هاتين الكلمتين النبويتين الأعماق ودابق فوجدت في قواميس اللغة القديمة أن الأعماق الأعماق مكان في حلب في سوريا وأنطاكية أو أنطاكية مكان في تركيا صلى الله على من لنطق عن الهوى وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه وسوء لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق يا الله اسمع البشرة دي قال فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا أي للقتال إذا استعد الفريقان والجيشان للنزال وللمقاتلة وللتلاحم ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة قالت الروم هكذا يقول الصادق قالت الروم أي للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم إهدى ما معنى هذا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وفي هذه الكلمات النبوية دليل على أن كثيرا من أهل الروم من الأوربيين والأمريكيين بلغة العصر سيسلمون لله تبارك وتعالى ويؤمنون به ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون إلى صفوف المسلمين ويقاتلون مع المسلمين أنهم صاروا منهم تنبر حتى لا تملأ قلبك بالهزيمة لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أن الجولة القادمة بالتفصيل النبوي ستكون لدين محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكم وددت أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله والحمد لله الذي قدر لنا أن أتطرق لأحداث النهاية لأبين لحضراتكم هذه الجزئيات التي أفكر فيها الآن كثير من إخواني وأخواتي مع هذا الواقع النازف والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض بل ولهذه الحملة الإعلامية من غير المسلمين بل من رؤوس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتساءل كثير من إخواننا وأخواتنا كيف يمكن لهذا الدين ومتى وكيف ينصر هذا الدين والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النص ويريد أن يسمع بأذنه أخبار النصر والتمكين الله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله تبارك وتعالى وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله تبارك وتعالى وليس أحد أرحم بالمستضعفين الذين يقتلون وتسفح دماؤهم وتمزق أشلاؤهم من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها ولو غابت عن الحكم أيها الإخوة والأخوات فلا تغيب أبدا عن أحكم الحاكمين جل جلاله أخي الحبيب كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك بل في أي فعل تفعله وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة وعمن وهب الحكماء في الأرض الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتيها خيرا كثيرا معلش معلش ارجع معايا تاني ما تزعلش ارجع للحديث أنا عارف أن أنت مجدود عاوز تعرف إيه الحكاية إيه القصة كيف يمكن لهذا الدين ارجع شوف كلام النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم عيش معايا بقى وركز أوي لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق عرفت الأعماق فين في قلب الشام في قلب بلاد الشام ماهم أهل الشام في رباط إلى يوم القيامة وهذه الأرض التي ستحدث عليها الملاحم والمعارك الكبرى بين يدي الساعة كما سأبين إن شاء الله تعالى لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فإذا تصافوا أي للقتال يخرج فيخرج إليهم يومئذ جيش من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا للقتال قالت الروم أي للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا يعني أخرجوا لنا هؤلاء الذين هم من من الروم ابتداء ولكن الله شرح صدرهم للإسلام انتهاء فانضموا نصفوف المسلمين بفضل الله جل وعلا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فقل المسلمون لا والله لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا خلاص أسلموا الله تبارك وتعالى لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا قال صلى الله عليه وسلم فيقاتلونهم يبدأ القتال شايف الوصف الدقيق النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله أول ثلث في الجيش الإسلامي يهزم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ليه ليه ده في القتال وشالين السيوف أو الأسلحة على تفصيل سأبينه إن شاء الله وتعالى ليه لا يتوب الله عليهم أبدا ليه ثبت في رواية أخرى في صحيح مسلم سأذكرها الآن إن شاء الله أن هذا الثلث من الجيش قد ارتد ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام الفتنة ارتد نكص على عقبيه وترك الدين بالكلية ولذلك قال سيد البشرية فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ردة نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق والدين حتى نلقاه إنه لي ذلك ولذلك أوعى تتمنى لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى أن تفتح صدرك الفتن وأنت تقول لا أنا أكبر من أن أبتلى بفتنة تؤثر في قلب لا 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 لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر لأنك لا تدري في وقت الابتلاء هل ستصبر أم ستنكص على عقبيه لا تدري إذا قابلت العدو أنك ستثبت أم ستنكص على عقبيك ولذلك قال الصادق لا تتمنوا لقاء العدو لكن إن قدر الله عز وجل اللقاء فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ده التلت الأول في الجيش الإسلامي في المعركة الفاصلة الحاسمة الأخيرة دي طيب التلت الثاني قال الصادق صلى الله عليه وسلم ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله يا الله ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله خلي بالك الشهدة دي لها أصفياء الذي يموت شهيدا شهيدا لأنه ليس كل من سقط في الميدان شهيدا خلي بالك من دي ليس كل من مات في أرض المعارك يعد عند الله تبارك تعالى من الشهداء لا بل قد يقتل في الميدان وهو من أهل النيران إيه ده بتقول إعم الشيخ بقول لحضرتك قد يقتل في الميدان وهو عند الله من أهل النيران لأن الأعمال بالنيات قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما له حاجة له في الدنيا ما أراد هو يريد أن يكون بطل يريد أن يكون شجاعا يريد أن تشر إليه وكالات الأنباء ووسائل الإعلام يريد أن يصور هنا أو هناك هذا ما يريده وقد أخذه في الدنيا لكن لا شيء له عند الله تبارك تعالى في الآخرة لقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والحديث في البخاري ومسلم أشاروا إلى رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قالوا يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها فضربها بسيفه درج البطل ده فارس مغوار قال النبي المختار هو في النار يا رب سلم شيء للسيف وبيقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفيف الموحدين يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير هو في النار مش ممكن قال أحد الصحابة أنا أتيكم بخبره لازم نشوف ايه القصة ديه فتبع الرجل إذا جرى جرى معه وإذا وقف وقف معه ظل يراقبه مراقبة شديد مراقبة شديدة وصار ملازما له ملازمة الظل لصاحبه إلى أن أصيب هذا الرجل بسهم سهم طائش كذا أصابه فلم يتحمل هذا الرجل الألم فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحي فقتل نفسه فقتل نفسه يا الله فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله قال وماذاك فأخبره فأخبره فقال النبي حديثه الجميل الذي تعرفونه جميعا إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لا حول ولا قتل إلا بالله وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم يعني ممكن ربنا ارزقنا درجة الشهادة بصدقك والله العظيم بالصدق قد تكتب عند الله في الشهداء والله قد يكتب الرجل عند الله تبارك وتعالى في الشهداء بصدقه ففي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ينال الشهادة بصدقه وإن مات على فراشه يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه يا الله شايف الرواية من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وقد يقتل في الميدان وهو من أهل النيران كما ذكرت حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام طب ارجع معاه للرواية قال عليه الصلاة والسلام فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله تبتلت التالب بقى قال صلى الله عليه وسلم ويفتتح الثلث يعني الثلث المتبقي ارتد الثلث الأول من الجيش الإسلامي قتل الثلث الثاني من الجيش الإسلامي تبقى الثلث الثالث والأخير قال فيفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا الله يا الله لا يفتنون أبدا ما فيش أي فتنة تؤثر في هذه الصفوة الكريمة ده غربلة خطيرة جدا شوف خلاصة الخلاصة بقى لا إله إلا الله الرواية تنة اللي وعدتكم بيها في صحيح مسلم من حديث يسيري بن جابر عن يسيري بن جابر قال والله يتخلي بالك معي قال هاجت ريح حمراء بالكوفة هاجت ريح حمراء بالكوفة أنت متصور لما تشوف ريح حين ترى ريحا عاتية وتملأ الجو من حولك بالغبار الأحمر رعب رعب يقلع القلوب بمجرد ما بتقوم الريح فقط ويعني تنفر الرماد الأصفر هذا الذي نراه هنا ولا تكتر شيئا القلب ينخلع القلب ينخلع والريح جندي من جنود الله تبارك وتعالى أهلك الله عز وجل بالريح أقواما وأما عاد فأهلك بريح بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية تنبر القرآن الريح آية من آيات الله تبارك وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح إذا رأى الريح يفزع وهو من هو يقوم يخرج ويدخل لا يقعد فيسأل فيقول عليه الصلاة والسلام أخشى أن يكون الله تبارك وتعالى قد أمر إصرافيلة بالنفخ في الصور إلى هذا الحد بأبي هو وأمي وروحي ومن هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خلي بالك معايا بيقول يسير بن جابر هاجت ريح حمراء بالكوفة يا الله فجاء رجل ليس له هجيري يعني رجل سطعال جدا مش مفهوم الكلام من الفعال ومن القلق ومن الخوف رجل بقى شاف المشهد ده وجايب يدور على مين على صحابه من أئمة الصحابة وعالم من علماء الصحابة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الغلام المعلم على ابن مسعود الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالقرآن وقال ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت عبد الله بن مسعود الحبر العالم ده الرجل جايب وقال له يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة كان عبد الله بن مسعود متكئا نيم على إحدى جنبي فاعتدل الله عن العلم والعلماء قال لا 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 ولذلك في الفتن لازم نراجع العلماء هم اللي عندهم الحق لأنهم يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد ابن مسعود وقال لا لا يعني لم تحم الساعة بعد لم تقم الساعة بعد قال لا اسمع اسمع خلي بالك خلي بالك أنت تسمع العجب العجاب قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ايه كلام ده بيقول ايه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم اشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيده نحو الشام وقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام الله اكبر وخلي بالك الحروب الان الان الحروب المشتعلة في انحاء الارض وانتم تعرفونها الحروب في لبنان في العراق في افغانستان في الشيشان في الصومال في السودان في كل مكان حروب حروب عقدية دينية وان ادعى قادة هذه الحروب الذين يشعلون نيرانها باسم الديمقراطية تارة وباسم الحرية اخرى هم يعلمون يقينا انها ليست كذلك لا اقرر هذا من منطلق نظرية المؤامرة كما يقال لا بل من منطلق فهمنا لكتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال الله قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ما تخلي بالك من القرآن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم لم يقل له حتى يخرجوكم من ارضكم لا حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عمدتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي بين ايدينا ايها الموحدون على وجه الارض فانا لا انطلق في هذا التأصيل من نظرية المؤامرة كما يقال وانما انا لست محللا استراتيجيا ولا عسكريا ولا الى غير ذلك وانما انا اتكلم بآية من كتاب الله وبحديث من احاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ارجع معا الارواية وما تستعقلش عليها بس عاوزك تركز اوي وانت ايتها الفاضلة انا اخاطب الامة كلها في هذه الحلقات التي اسأل الله ان يجعلها نافعة وان يجعلها دافعة لنا الى العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى لانني لا اقدمه من باب النملأ قلوبنا بالتواكل لا بل بالتوكل على الله وانا فالذي اخبرنا بهذا هو الصادق المصدوق الذي لم يذق طعم الراحة مع انه يعلم علم اليقين ان الجولة الاخيرة لدينه حتما بموعود الله سبحانه ومع ذلك بذل كل ما يملك من اجل نصرة هذا الدين فيجب علينا ان نبذل كل ما نصرة هذا الدين وان ندعى النتائج لرب العالمين سبحانه وتعالى جاء رجل ليس له هجيري الا لا يفهم من صوته المرتفع ولا من كلماته المتهدجة المتقطعة الا يا عبدالله ابن مسعود يا عبدالله ابن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة فكان متكئا فقعد قال لا لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم اشار بيدي نحو الشام وقال رضي الله عنه عدو يجمعون لأهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام قلت يسأل يسأل يوسير بن جابر عبدالله ابن مسعود قلت الروم تعني ما تخلي بالك قلت الروم تعني قال ابن مسعود نعم نعم اسمع للمتفصيل شوف الملحمة تبقى زاهل قال رضي الله عنه وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة التلت الاول في الرواة لانا ذكرتها آنفة اتدوا خرجوا من الدين قال رضي الله عنه وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة يعني يقدم المسلمون مجموعة من الابطال الصادقين المخلصين ليكونوا طليعة لهذه المعركة وليكونوا طليعة لهذا الجيش الاسلامي ويشترط هؤلاء على انفسهم ويعاهد هؤلاء ربهم تبارك وتعالى الا يعود الى صفوف الجيش الاسلامي الا وقد حققوا امرا من امرين اما النصر واما الشهادة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة يا نصر يا شهادة اسمع ماذا قال قال فيقتتلون اي تقاتل هذه الفئة الاعداء فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة يعني ايه يفيء هؤلاء يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين ولا يتحقق نصر في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين وتفنى الشرطة يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر او الشهادة كلام جميل قال فاذا كان اليوم الثاني شف ايام المعركة النبي بيحددها بكم يوم عليه الصلاة والسلام قال فاذا كان اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة سبحان الله فاذا كان اليوم الثالث اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثلاثة ايام تستمر المعركة لا ينتصر فريق من الفريقين وتفنى كل الفرق او كل الاعداد التي قدمتها قدمها المسلمون ليكونوا طليعة لهذا الجيش الاسلامي اسمع يقول فاذا كان اليوم الرابع فاذا كان اليوم الرابع نهد نهد على الله الدائرة عليهم اي على اعداء المسلمين فيجعل الله الله الدبرة او الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها دلما الحمى الكبرى سماها الغرب باسماء مختلفة لكن انا بتكلم الان بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعنيني ان اقف عند كلمات لهؤلاء او لهؤلاء وانما يعنيني ان اتكلم بثقة مطلقة وانا اذكر قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها يا الله لم يرى مثلها اسمع شوف التعبير يقول حتى ان الطائرة حتى ان الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا يعني ايه يعني من كثرة القتلة في ارض المعركة ومن كثرة الزهم والنتا وتغير الرائحة الطير في السماء يطير من شدة النتا والزهم يسقط يخر ميتا فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بن الاب الواحد عيلة كالطلع للقتال عيلة كبيرة فيها مية فيتعاد بن الاب الواحد كانوا مئة فلا يجدون قد بقي منهم الا الرجل الواحد يقول فبأي غنيمة يفرح او اي ميراث يقاسم فكالكلمة بن مسعود في الاول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة فبأي غنيمة يفرح او اي ميراث يقاسم قال فبينما هم كذلك اذ جاءهم الصريخ رجل بيصرخ بيصرخ ايه بيقول ايه وقعت فتنة اكبر من اللي كانوا فيها يا الله في فتنة اكبر من دي ايوة ايوة وحنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله اذ جاءهم الصريخ ان الدجال الله اكبر ان الدجال قد خلفكم في ذراريكم فيرفضون ما في ايديهم اي من الغنائم يرفضون اي يلقون خلاص لا حاجة لهم في هذا فيرفضون ما في ايديهم ويبعثون عشرة فوارس طليعة ليستطلعوا الامر ليتحققوا من وجود الدجال بالفعل فيبعثون عشرة فوارس طليعة اسمع اسمع والله اتخلي بالك شوف الصادق المصدوق يقول ايه يقول صلى الله عليه وسلم فيبعثون عشرة فوارس طليعة والله اني لأعرف اسماء واسماء ابائهم والوان خيولهم هنوف عندها خيول ايه لفيه دبابات وفيه مدرعات وفيه صواريخ وفيه طائرات قل واني لأعرف اسماء واسماء ابائهم والوان خيولهم وبعدين يقول عليه الصلاة السلام هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ طيب السلاح ده مختلف هذا يكون لها اكثر من معنى او مراد والله سبحانه وتعالى اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السلاح بسلاح عصره بسلاح زمانه هذا قول ولا نبغي ان نقلل من قدره بل هو القول المخترع عند الكثيرين والقول الاخر قد تتعطل هذه الاسلحة كيف بس عم الشيخ ما تكلمنا كلام عقلاء يعني احنا مش درويش برضو تعطل ايه الآن سبحانه ربي العظيم تعلمون جميعا ان هذه الاسلحة الآن وان جل ما في الكون وفي الارض يتحرك بالكمبيوتر ولعلكم تذكرون ان نوعا من انواع الفيروسات قد اصاب جهازا يعرف بالجهاز البيجر في ولاية من الولايات الامريكية فتعطلت الاجهزة في هذه الولايات بكاملها حين اصيب الكمبيوتر الرئيسي بفيروس من هذه الفيروسات واشعت جميكا ربما منكم من قرأ او سمع الى اخره لكن انا لا اجزم بشيء من هذا انما انا على يقين مطلق بان الله جل وعلا سيهيئ الكون لمراده سيهيئ الكون لمراده سيهيئ الكون لما قضى وقدر ودبر سبحانه لان الكون لا تحكم فيه احد من الخلق ولا تحكم الكون والارض قوة من القوة او دولة من الدول لا 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 والله بل الكون كله يدبره رب العالمين سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فالامر امره والملك ملكه والتدبير تدبيره وهو القادر وهو القادر على كل شيء اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولازلت اذكر وانا في احدى الزيارات لامريكا حينما سألني احد الاخوة الافاضل كيف يقول الرسول والسلام والوان خلولهم ويعلقون سوفا في اغصان الزيتون كما سنرى كيف ونحن نرى الاسلحة الان تختلف قلت والله لا ادري الله اعلم بمراد نبي صلى الله عليه وسلم وفي صبيحة هذا اليوم قدر الله عز وجل ان يأتيني احد الاخوة ليصطحبني معه في سيارة الخاصة وكانت احدث موديل سيارة مرسيدس احدث موديل وتعلمون طرق امريكا وكنا في وقت الشتاء القارس ونزل بباب لا يمكن ان ترى من خلاله اي شيء واذ بالاخوة فجأة يتوقف قلت سبحان الله يتوقف السيارة موجودة احدث موديل الطريق ممهد مليئ بالبنزين قائد السيارة موجود وفجأة انزل الله جنديا من جنده فتعطلت الميكانة وقفت في مكانها لم يستطع ان يخطو خطوة واحدة قلت لا اله الا الله فالله على كل شيء قدر لكنني لا استطيع البتة ان اجزم بشيء واقول هذا هو مراد رسول الله فهذا ضرب من مجازفة فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم الله اذا اراد شيء فانما قل له كن فاكون انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن بعض الملاحم وتحدث عن الاشراط ومع ذلك ايها الافاضل تدبروا معي اقول لا يستطيع عاقل على وجه الارض فضلا عن عالم ان يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم او لقيام الساعة اكرر لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم ان يقطع بوقت محدد معلوم لقيام الساعة لان هذا من الغيب الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وقال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة يخاطب نبينا المصطفى يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة ايان مرساها امتمعدها ما وقتها واين ستقع فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوما رونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها وفي صحيح مسلم من حديث عمر رب الخطاب رضي الله عنه وفيه ان جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة فقال المصطفى ما المسؤول عنها باعلم من السائل يا الله امين اهل السماء يسأل امين اهل امين اهل الارض عن الساعة متى الساعة قالوا ما المسؤول عنها باعلم من السائل جبريل يعلم انه لا يعلم عنها شيئا ولا جبريل نفسه يعلم عن وقتها شيئا ما المسؤول عنها باعلم من السائل فاذا كان امين اهل السماء وامين اهل الارض لا يعلمان شيئا عن وقت قيام الساعة فلم بغي لعاقل ان يجزم بان الساعة ستقوم في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني الى اخر هذه الكلمات والتواريخ التي قرأنا منها يعني تواريخ كثيرة تواريخ كثيرة وقد حذرت مرارا من ذلك لأن هذا ضرب من المجازفة وهذا جهل متين وهذه رقة في الدين لا يستطيع عاقل أن يقول بأن القيامة وبأن نهاية العالم ستقوم في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني في العام الفلاني أبدا ومع ذلك أقول أيها الأفاضل الله سبحانه وتعالى الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه بل عن الملائكة المقربين أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبة محمدا صلى الله عليه وسلم على أمارات أو علامات أو أشراط الساعة نعم أطلعه على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إن مفاتح الغيب خمس مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وقرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يعني يعلم وقت قيام الساعة وحده لم يطلع عليه ملكا ولا مرسلا ولا نبي مرسلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أقول ومع ذلك أطلع الله نبيه على الأمارات على العلامات على الأشراط وقال عليه الصلاة والسلام قال الله ابتداء في حق نبيه عالم الغيب فلو غيروا على غيبه أحد إلا من رتضى من رسول وقال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه فنهتني قريش وقال رسوله بشر يتكلم في الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي وهو أشير إلى فمه الشريف المبارك أكتب أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق يقول حذيفة بن اليمان والحديث في الصحيحين لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله وفي صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعض المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر يا الله فنزل فصلى ثم صعض المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعض المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا بل قال المصطفى أعدد ستا بين يدي الساعة والحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك قال المصطفى أعدد ستا بين يدي الساعة ما هي نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بهذه السلسلة وأن يرزقنا فيها الإخلاصة والسدادة والتوفيق وأن يجعلها دافعا لنا إلى العمل الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك مولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله